هنروح للأخبار المحلية عشان رفع الأثقار رفع الأثقار المصر ديها تاريخ كبير جدا ولكن للأسف الدارة اللومبية دي رفع الأثقار مش هيبقى موجود بس في خبر حلو أبسطنا أنه كابتن محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة ده الشؤون التحدي رفع الأثقار نجح في الفوز بمنصب نائب رئيس التحدي الأفريقي في الانتخابات التي اتعاملت في العاصمة الكينية نايروبية بحضور سكتير عامل التحدي الدولي العراقي محمد جلود وبكده ادر محمد محمود أو محجوب يعني في أنه يحتفظ بمنصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأفريقي للمرة التانية على التوالي خلي بالكو ده نائب من خمسة في خمس نواب هي لايحة كده بعد فوزه في الانتخابات عام 2017 كانت في الجزائر زي ما قلت لحضراتكم للأسف للأسف رفع الأسقار لحق مدليات أولمبية كثيرة هيغيب عن دور الأولمبية القادمة لمشكلة منشطات والحقيقة اللجنة المبية الدولية وكمان يعني الناس كلها يعني أكيد زعلنين أو يعني ما كناش نتمنى كده رفع الأسقار كان ممكن يرفع الويد بتاعنا وشو ما شفتوا يعني كان قاعد معايا هنا وقال لي لو رفع الأسقار نجاحنا أن احنا ندخله ممكن نعدي الخمس مدليات بسهولة اللي هم الرفرس بتاعنا أو أعلى عدد من مدليات حققناه ولكن كلنا ثقة أن طبعا الدولة المصرية يعني على رأسها طبعا مع الدكتور أشف صبحي هنقدر نعالج ده ونقدر نجاح يسجيل للأولمبيات القادمة عشرين واربعة وعشرين خاصة نابع تلات سنين الدنيا بتعدي كده تلات سنين وهنلاقي خلاص يعني أولمبيات تانية جاية ويكون ربنا ريحنا من هذا الوباء ألف وبروك لمحجوب ونتمنى إن شاء الله لربعنا ربعنا أثقار كل التوفيق